يوم استثنائي في عموم المملكة المتحدة حيث يصوط البريطانيون اليوم في انتخابات برلمانية مبكرة هي الثالثة خلال أقل من خمس سنوات مراكز الاقتراع فتحت أبوابها منذ السابعة صباحا نحو 47 مليون ناخب يتوجهون إلى 650 دائرة انتخابية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز وسكوتلندا وإرلندا الشمالية متحمس جدا لتصويت اليوم فلم يمر وقت طويل على تصويت المرة السابقة التي تأخرنا بعدها كثيرا وفي الحقيقة لم نجد من يمثلنا بين الأحزاب المتنافسة بالطبع لدي اتجاهات فقد صوتت في الانتخابات بحسب رأيي في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسعة أحزاب رئيسية تشارك في هذه الانتخابات سعيا وراء الانضمام إلى الخارطة البرلمانية المقبلة والتي يأمل البريطانيون أن تأتي بحكومة ذات أكثرية تستطيع اتخاذ القرارات الحاسمة وخاصة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يحتاج الناخبون إلى بطاقة اقتراع ولكن يتعين على كل ناخب أن يذكر فقط اسمه وعنوانه للموظفين في مركز الاختراع ويجب أن يصوت الناخب لمرشح واحد فقط وإلا سيبطل صوته إغلاق صناديق الاختراع سيكون في الساعة العاشرة ليلا بتوقيت لندن ليبدأ بعدها فورا فرز الأصوات من أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات حزب المحافظين والعمال كل منهما يسعى للأكثرية لتشكيل حكومة تستحوذ على نحو 330 مقعدا من مقاعد البرلمان على الأقل ثمت عنوين كثيرة على أجندة هذه الانتخابات ولكن يبقى الخروج من الاتحاد الأوروبي هو العنوان الرئيس الذي يتوقع مراقبون أن يكون عمل الحسب في التصويت